تنطلق فعاليات مهرجان دبي السينمائية الدولية مساءً في دورتها الرابع عشرة يتنافس خلالها 140 فيلماً من 51 دولة تتحدث بـ 38 لغة تحتفي بفنون الشاشة الفضية وسحرها على مدار ثمانية أيام من السادس وحتى الثالث عشر من ديسمبر الجاري ويشهد حفل الافتتاح تكريم ثلاثة من عمالقة الفن السابع وهم الكاتب المصري وحيد حامد والممثل البريطاني سير باتريك سيورد إلى جانب الممثل الهندية أرفان خان